طيب النادي الاهلي بعت الجواب الاتحاد الكرة رد بخطاب بعت الاهلي النهاردة ردا على الرد خطاب مرسل من المدير التنفيذي العميد محمد مرجان السيد اللي واسر وتسوله من المدير التنفيذي الاتحاد الكرة تحية طيبة وبعد بالاشارة الى رد سياداتكم اليوم على خطاب النادي الاهلي بخصوص احداث مباراة الاهلي والانتاج الحربي في بطولة الدوري والتي جرت بملعب السلام في 2009-2018 نود أن نشكر سيادتكم على تعاونكم وردكم المؤقر والذي استوفى ما شمله خطابنا إليكم بتاريخ 39-2018 وبخصوص عرض سيادتكم بإسناد تحكيم مباراة الأهل القادمة مع نادي الاتحاد السكندري يوم الأحد 7 أكتوبر إلى طاقم تحكيم عربي أو طاقم تحكيم مصري دولي بدلا من طاقم تحكيم أوروبي نظرا لضيق الوقت موقف الأهل هنا فإننا نتفهم ذلك ولا نمنع في إسناد تحكيم المباراة المشار إليها إلى طاقم تحكيم مصري دولي على أن يتم بعد ذلك إسناد تحكيم بعض مبارياتنا القادمة طبقا لنظم اتحادكم الموقر إلى حكام من أوروبا وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه رفعة الكرة المصرية إذن النفس الهادي بيتقابل بنفسها الآن يقول لهم أنا موافق خلاص الوقت داية مش هتعرف تجيب لي حكم أوروبي لمباراة الاتحاد يوم الحد بتقول لي المناسبة هذا ليس حقيقي لك إذا بعضه إطار إما تطلب حكام من شمال إفريقيا أو طاقم تحكيم مصري دولي فالأهل يوافق على طاقم تحكيم مصري دولي محتفظا بحقه في إسناد مبارياته بعض مبارياته القادمة زي ما قال الخطاب بعض المباريات لحكام الأوروبا مش كل مصري اللي أنا عايز ملاحظاتي بقى على إراد الأهل إراد الراقي يتناسب مع الخطاب اللي جاله وعلى ما تضمنه من تعاون وحسن نواية حسن نية يعني هو اجتم الاتحاد الكورة عايز يتعاون في هذا الشأن ففوت له حتة دا اللي بقولك إن ضيق الوقت ضيق الضحنائلين من شهرين بس هو بيرود دلوقتي إنه خلاص دلوقتي النهاردة بس انت خطاب من شهر انت عارف أكتر من شهر من خطاب من تلاتة تسعة طلبين حكم أجنابي لكن هي مش القضية على فكرة ولا الحكم الأجنابي اللي هو الهزمة إذا مشينا بالطريقة دي صح ولا عايزين حتى حكام أجانب عايزين حق الجميع مش إنه إحنا حد ييجي جميلنا مش الجنسي فمندور على حد ما لا يعرفني ولا يعرفك عشان ما يبقاش فيه كلام طيب إذن بداية العهد أرجو أن يستمر ما تبقاش كده خطابه عدد